اكد سعادة المهندس باس بن يعقوب الحمر وزير الاسكان ان الوزارة استطاعت تغطية نسبة كبيرة من برنامج عامل الحكومة مشيرا في تصريح خاص ادلى به الى مركز الاخبار الى ان وزارة الاسكان تستعد حاليا لبناء سبعة الاف وحدة سكنية في الفترة المقبلة الحمد هناك نتائج جدا جدا مرضية غطينا نسبة كبيرة من برنامج عامل الحكومة امامنا الان تحدي لا زال تحدي قائم هو البدء في تنفيذ ما يعادل سبع تلاف الى سبع تلاف خمسة وحدة سكنية لنستوفي ما تعهدت به الحكومة المقرة في برنامج عامل حكومة وان شاء الله هناك بوادر لان نتمكن من ما تم التزام